اشتركوا في القناة كشف موقع امريكي عن كلفة الضخائر التي استخدمتها الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة قوات صنعاء في البحر الاحمر حتى منتصر يوليو الماضي وقال موقع بيزنس انزايدر عن متحتف باسم البحرية الامريكية قوله ان مجموعة حاملة الطائرات ايزنهاور وعدد قليل من السفن الحربية الاخرى التي قضت اشهرا في قتال الحوتيين بالبحر الاحمر وما حوله اضلقت تخائر بقيمة 1.16 مليار دولار خلال عمليات قتالية نشدة واكد التقرير ان هذا الرقم الذي لم يكشف عنه من قبل يغطي التكلفة الاجمالية ل770 ذخيرة اضلقتها مجموعة حاملة الطائرات ايزنهاور في الفترة من 7 اكتوبر الى منتصف يوليو ويسلط الضوء على التكلفة المالية الكبيرة لمهمة امريكا المستمرة ضد الحوتيين حسب الموقع وقال المتحدث انه تم استخدام مجموعة متنوعة من الاسلحة من قبل مجموعة حاملة الطائرات بما في ذلك الطائرات وكذلك السفن العاملة مع المجموعة وايضا العاملة بشكل مستقل وذكر التقرير ان هذه الاسلحة تشمل صواريخ ارض جو وصواريخ خجومية برية وصواريخ جو جو واسلحة جو ارض واشار التقرير الى انه في ابريل الماضي اعلن وزير البحرية الامريكي كارلوس ديل تورو ان القوات البحرية الامريكية اضلقت بالفعل ذخائر بقيمة مليار دولار تقريبا واضح ان الرقم الجديد 1.16 مليار دولار يعني ان البحرية اضلقت دخائر وصل قيمتها الى نحو 160 مليون دولار في الفترة من منتصف ابريل الى منتصف يوليو ولا تشمل هذه الارقام تكاليف تشغيل السفن الحربية والطلعات الجوية والعمليات اللوجستية اشكركم على حسن تابعتي والاسقاء لا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة